ابني عمره 14 سنة ويمل بسرعة من الدراسة هو طبعاً نشوفه وإحنا لازم يعني نستثمر نقاط قوة كل طفل بتعرفون الذكاءات أنواع يعني فيه ذكاء حركي الطفل يحب يتحرك وايد الأطفال هذول يحبون الرياضة مثلاً فيه الطفل مثلاً فيه الذكاء اللغوي اللي يحب اللغات عربي، إنجليزي، فرنسي، إيطالي، صيني بسرعة يحفظ قرآن بسرعة يحفظ، الشعر بسرعة يحفظ أي شيء فيه تعبير فيه لغة يحفظ وبسرعة هذا ذكاء هذا لغوي فيه ذكاء حسابي أي شيء أرقام يحفظ بسرعة بسرعة لو رقم سيارة يشوفها شذي يحفظها بسرعة هذا ذكاء حسابي عموماً ذكاءات أنواع أنا لما يصير ابني مثلاً ضعيف باللغة العربية لكنه في الحساب قوي لأنه عنده ذكاء حسابي لكن ذكاء اللغوي عنده ضعيف ما أروح أقول والله ابني فاشل ولا ضعيف لا، في اللغة العربية أساعده وأعطيه وسائل لشوي يتعلم لغة عربية بطريقة ذكية لا أساعده لأنه نسبة الذكاء أني عنده ضعيفة بينما في الحساب هو ما عنده مشكلة هذا واحد اثنين في أطفال يعني يحفظون المعلومة بصرياً في أطفال سمعياً فأنا لازم أنوع في طريقة التدريس إذا أنا بدرس عيالي إذا الطفل عندي بصري دائماً أرسم له حتى له قرآن كريم أرسم له أرسم أرسم كهذا حفظة لم ترى كيف يفعل ربك بأصحاب الفيل أرسم له فيه فيتذكر الآية ألم يجعلك يدوم فيه تضليل أرسل الكيد كيف وأرسل لهم طيراً أبا بيل أرسم له الطير هذا الطفل إذا ما عنده ذكاء لغوي ما عنده قدرة على الحفظ بمجرد ما أرسم أنا هالرسومات صورة الفيل يحفظها بسرعة ليش؟ لأنه بصري فأنا قاعد أستثمر نقطة قوته في التدريس لكن لو كان سمعي لا هذا لو أرسم له ما يركز ما يركز هذا يركز بالكلام ويلقط وفيه أطفال أو طلاب وهم قاعدين في الفصل يسمعون المدرس ما يحتاجون أن يراجعون وراه خلاص أحفظوا وأنا شفت نوعيات من هالنوع فإذا فيه بصري فيه سمعي فيه حسي الحسي هذا هذا لازم يمثل لازم يمثل يعني إذا فيه درس معين لازم يقوم يتحرك ويمثلك لازم عشي يتعلم المعلومة فكل واحد له طريقة في توصيل المعلومة ما يصير أن أروه عامل عيالي كلهم يعني كانهم بيوت حكومة كلهم نفس التصميم ونفس النظام لا كل واحد له نقطة قصدي كل واحد له ميزة وأعرف أتعامل مع كل واحد على أي نقطة قوة حتى أوصل له المعلومة بطريقة صحيحة وبعدين مفاهيم الناس مختلفة ولذلك إحنا اللوم المعلمين في المدارس المعلم مع الأسف يستخدم اسلوب واحد وطريقة واحدة وهذه غلط المفروض أن أنوع في الأساليب أساليب التعليم وأنوع في الوسائل حتى أوصل المعلومة بطريقة صحيحة فإذن هذا تعليقي أنا على الإبن اللي عمره 14 سنة يمل بسرعة مع حق لازم طالما هو يمل بسرعة لازم أنا أعرف شلون أقدر أساعده من جانب الحسي من جانب البصري أنا أذكر مرة دخلت يعني مدرسة كانت المعلمة تحفظ قرآن لـ 15 طفل وكانت وهي تحفظهم تقفز والأطفال كلهم يقفزون قل هو الله أحد الله الصمد يعني أنا متعود أنه لما أشوف حفاظ قرآن يشوفونهم قاعدين شذي ويحفظون القرآن أنا أولا ومرة بحياتي أشوف معلمة تقفز والأطفال يقفزون قلت لها أنتش قصتك قالت والله المدرسة مجمعين الهايبر يعني اللي عندهم فرط حركة ما يقعدون ما يقدرون يقعدون على كرسي هذول جابوهم عندي وأنا بعد معلمة عندي فرط حركة فقمت أحفظهم القرآن بالقفز ونجحت حفظتهم جزء ثلاثين كله أحفظوهما يقفزون لأنهم عندهم ذكاء حركي ما عندهم ذكاء لغوي فنروح نعلمهم وهم يطامرون فالطفل عنده قدرات وعنده مواهد لكن المهم أننا لازم نعرف كيف ندخل للأطفال أحفظوهما يطامرون